الخمسة كيلو مترات هي المسافة الحاضرة في هذا اليوم على بركة الله مشاهدين ومتابعين الكرام ينطلق الشوط الرئيسي الأول الشوط الخاص للإبكار اللقاية والمسافة هي الخمسة كيلو مترات تمنياتنا لجميع المشاركين بالتوفيق والنجاح ستة وعشرين مشارك في هذا الشوط والجوائز إلى المركز الأول حتى عاشر المراكز جوائز نقدية نتمنى لجميع المشاركين بالتوفيق والسداد نسير مع المركز الأول نتابع رموز على التحدي الأول للسيد علي بن جابر بن علي الفيدة المرياتي على البداية ويقدم لنا رموز في المركز الأول بينما المركز الثاني المركز الثاني الرباء للسيد جابر بن علي بن جابر الجربوع المري مع ثاني المراكز بينما النقلة مباشرة إلى المركز الثالث المركز الثالث ولاء لعبيد بن حمد بن جار الله بن سالمين المرياتي شعار بن سالمين في ثالث المراكز ويقدم لنا ولاء بينما رابع التحديات من الجانب الآخر نرى التقدم وتواجد هنا مشاهدي العزاء غرسنا لسالب بن حمد بن سالم الجربوع المري بينما المركز الخامس المركز الخامس نتابع نتابع العامرية العامرية للسيد حامد بن علي بن مايقة الأحبابي ولكن ينخطف في هذا الشوط وفي هذا التحدي بشاير هنا سالب محمد بن بخيتال بحيح المري يخطف المركز الرابع في هذا اللحظة ويتسلل من مركز إلى مركز هذه النتيجة مشاهدين الكرام لمراكزنا الخمسة الأولى مع النداء الأول في الشوط رئيس الأول الخاص للإبكار اللقاية في ميدان البصير ميدان التحديات هنا هنا في هذا الميدان الكبير ميدان الشحنية ميدان التحدي حيث يجمع هذه الأسماء المميزة والشعارات الخطيرة نعود إلى البداية نعود إلى المركز الأول رموز على الصدارة علي بن جابر بن علي الفيدة المري يقدم لنا رموز في التحدي الأول يندفع إلى صدارة هذا الشوط ياتي شعار بن سالمين في ثاني المراكز مع ولا عبيد بن حمد بن جر الله بن سالمين المري المركز الثالث يا سلام يا بشاير بشاير تبشر بالخير لمالكها سالب محمد بخيتال بحيح المري محثاث المراكز المركز الرابع نتابع القادم مشاهدين الكرام غرسنا لسالب الحمد بن سالم الجربوع المري بينما المركز الخامس المركز الخامس نتابع من خلال تواجد الرياضية تصل لأول ندا في هذا الشوط لطراد بن موسى بن علي الشمري قادم في المركز الخامس هذه النتيجة مشاهدين الكرام لمراكزنا الخمسة الأولى وهناك اسما قادمة لمحالة ما بعد المراكز الخمسة الأولى نعود إلى البداية رموز مع التحدي الأول مع الانطلاق الأول الله رموز رموز مشاهدين الكرام مسيطرة مع المركز الأول الله يا علي بن جابر بن علي الفيد المري ولكن بن سالمين بن سالمين مع ثاني المراكز مع ولا عبد بن حمد بن جر الله بن سالمين المري في المركز الثاني يقدم ولا بينما المركز الثالث هذه مشاهدين الكرام بشاير تأتي مع ثالث المراكز بشعار سالب محمد بن بخي تالب حيوح المري المركز الرابع نتابع من خلال تواجد وانطلاقة مشاهدين الكرام القادمة في هذا التحدي الرياضية مشاهدين الكرام في هذه الرياضة العربية لصيلة تنطلق في رابع المراكز اطراد بن موسى بن علي الشمري بينما المركز الخامس تأتي مشاهدي العزاء غرسنا سالب بن حمد بن سالم الجربوع المري هذه النتيجة مشاهدين الكرام لمراكزنا الخمسة الأولى ونعود مع الشوط الرئيس الأول الشوط الأول التحدي الأول الانطلاق الأول رموز مع التحدي الأول اثنين كيلومترات يا سلام يا سلام يا رموز على الصدارة رموز على المركز الأول تأتي على البداية تقدم الإبداع المميز في ميدان البصير في الشوط الرئيس الأول هذه رموز مشاهدين الكرام علي بن جابر بن علي الفيدة المري بينما المركز الثاني ولا لعبيد بن حمد بن جار الله بن سالمين المري في المركز الثاني مع ولا وثالث التحديات تاتي الانطلاق والمتابع من بشاير بشاير للسيد سالم بن بحمد بن بخيت آل بحيح المري بينما المركز الرابع تصل في هذه اللحظة الرياضية وديروا باكم من الرياضية أحد الأسماء الخطيرة والقادمة مع رابع المراكز اطراد بن موسى بن علي الشمري بينما خامس المراكز المركز الخامس نتابع نتابع الهجوم المكثف من الاسم القادم هنا الوصول مشاهدين الكرام من قبل القلائل القلائل تصل في هذا الشوط لأول إذاعة في هذا التحدي علي بن حمد بن جار الله بن ضرمان المري وهذه النتيجة مشاهدين الكرام مع الشوط الرئيس الأول ولكن رموز لا زالت على الصدارة رموز 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 مع التحدي الأول حافظ على رموز يا مالك رموز ما شاء الله تبارك الرحمن علي بن جابر بن علي الفيدا المري مع الشوط الرئيس الأول يريد أن ينتزع ناموس هذا الشوط ولكن الاسماء الخطيرة وصلت في هذا الشوط بشاير سالة بن حمد بن بخيطة البحيح المري ولكن الله الله يا القلائل تصل لأول نداء وتنطلق وتغير من مركز إلى مركز هذه القلائل لعلي بن حمد بن جار الله بن ضرمان ولكن الاسم القادم وصلت غرسنا سالة بن حمد بن سالم الجربوع المري والقادمة في هذا التحدي القادمة رصد يا مخرجنا العزيز هنا القادمة القادمة اللي تحمل رقم تسعة ديمة صالح محمد بن بجاد النابت المري ولكن نعود إلى رموز رموز مع التحدي رموز مع الصدارة الله يا رموز الشوط الرئيس الأول مع رموز على المركز الأول هذه رموز مشاهدين الكرام تأتي على البداية وتنطلق وتندفع إلى نحو ناموسي هذا الشوط بالأداء المميز بالرقص الجميل الشوط الأول مع رموز رموز مع التحدي الأول يا سلام علي بن جابر بن علي الفيدة المري مع البداية مع اللحظات الأخيرة هذه رموز على الصدارة رموز 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 تخطط في الشوط الرئيس الأول الخاص للبكار اللي قاية في ميدان البصير تأتي رموز على البداية وتسجل وتدون اسمها أحد الأبطال أحد الأقوياء لهذا الشعر الجميل علي بن جابر بن علي الفيدة المري مع رموز ولحظة وصوله إلى خط نهاية المركز الثاني وصلت فيه مشاهدين الكرام القلاي اللي علي بن حمد بن جرال بن ضرمان المري المركز الثالث وصلت فيه مشاهدين الكرام شديد لعنتر بمحمد بن كردي المنخص المري المركز الرابع شكرا للمشاهدين الكرام على بركة الله تتواصل التحديات وينطلق الشوط الرئيسي الآخر وهو الشوط خاص للقعدان الشوط الأول للقعدان اللقاية من مسافة الخمسة كيلومترات ينطلق هذا الشوط على بركة الله ونسير إلى المركز الأول نتابع شاهين على البداية لسعيد بشفيع بن علي الفيدة المري على المركز الأول ويقدم لنا شاهين بينما المركز الثاني رعد ليفهد بن حمد بن حسين البريدي المري مع ثاني المراكز المركز الثالث نتابع مشاهدين الكرام الوصول من هملول في المركز الثالث علي بن سالب نفهيد الزبدان المري يحتل المركز الثالث المركز الرابع نتابع القادم في هذه اللحظات والوصول مشاهدين الكرام من القنصل لحمد بن مطر بن ضابط الدوسري يحتل المركز الرابع المركز الخامس مشاهدين العزاء يصل في هذه اللحظات رعد لعجمي بمحمد بن حمد على مستوى المركز الخامس هذه النتيجة مشاهدين الكرام لمراكزنا الخمسة الأولى ونعود مباشرة إلى البداية نعود إلى المركز الأول مع شاهين لسعيد بن شفيع بن علي الفهيدة المري يأتي على البداية ويقدم لنا شاهين بينما المركز الثاني نتابع حملول لعلي بن سالة بن فهيد الزبدان المري مع ثاني المراكز المركز الثالث وصل في هذه اللحظات وتقدم فيه رياض لسعيد بن أفجاد بن عبد الله بن خليفة الهاجري مع ذات المراكز بينما المركز الرابع نتابع الانطلاق والتواجد مشاهدين الكرام من قبل ومتابعة رعد لفهد بن حمد بن محمد بن حسين البريد المري بينما المركز الخامس يأتي شعر بن سالمين يتدخل في هذه اللحظات مع دسمان عبد العزيز بن جر الله بن حمد بن سالمين المري وهنا أيضا القادم نتابع من خلال تواجد رعد لعجمي بن محمد بن حمد الدعية المري هذه النتيجة مشاهدين الكرام لمركزنا الخمسة الأولى ونعود بحضراتكم إلى البداية نعود إلى المركز الأول نعود لنتابع شاهين شاهين سيطرة تامة وانطلاق مميزة ومن الجانب الآخر من يلازم شاهين هنا نتابع هملولي علي بن سالم بن فيت الزبدان المري خطف المركز الأول في هذه اللحظة ويقدم لنا هملول بينما المركز الثالث اللي تدخل إلى المركز الثاني دسمان لعبد العزيز بن جر الله بن حمد بن سالمين المري بينما المركز الرابع الله يا مرحب بهذا الشعار وصل الشعار الإحبابي مع مبلش مبلش القادم يا بلشتكم من مبلش مدغم بن معيض بن مدغم بن زايد الإحبابي غير مباشرة إلى المركز الأول بينما المركز الرابع المركز الرابع وصل في هذا التحدي شاهين نايم بن عبد الهادي بن سالم فيدة المري بينما خامس المراكز الله القادم وصل مشاهدين العزاء وصل في هذا التحدي القادم اللي يحمل الرقم ثلاثي سرمد سرمد اللي عبيد بن سالم بن جر الله بن سالمين المري ولكن نعود إلى البداية نعود إلى المركز الأول الأمور حتى هذه اللحظات مشاهدين الكرام مع الشوط رئيس الأول مع مبلش 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 يأتي على البداية ينطلق ويندفع إلى نحو ناموس هذا الشوط هذا هو مبلش كما تتابعونه ينطلق بالمركز الأول للسيد مدغم عيض بمدغم بن زايد الأحبابي مسيطر على مقدمة الشوط بينما المركز الثاني وصل في هذا التحدي شاهين لنايب بن عبدالهادي بن سالم الفهيدة المري والمركز الثالث نتابع القادم هملول لعلي بن سالم بن فهيدة الثبدان المري بينما المركز الرابع بدأ يتدخل في هذه اللحظات هنا القدوم من قبل سرمد للسيد عبيد بن سالم بن جرالة بن سالمين المري والمركز الخامس نرى الدخول والهجوم من قبل عنيد يصل لأول إذاعة في هذا الشوط للسيد السعيد بن علي بن محمد الغفراني المري هذه النتيجة مشاهدين الكرام ونعود إلى البداية وكيلو ونصف الكيلو عن خط نهاية نتابع البداية البداية مع مبلش مبلش يأتي على مقدمة الشوط يقدم الأداء الرائع والأداء الأميز هنا من خلال تواجده على البداية المدغم بن معيض ومدغم بن زايد الأحبابي مسيطر على مقدمة الشوط مع مبلش المركز الثاني وصل فيه مشاهدين الكرام سرمد للسيد عبيد بن سالم بن جر الله بن سالمين المري مع ثاني المراكز المركز الثالث نتابع القادم والمعلن لهذا التحدي نتابعه نتابعه ونشاهده هذا هو عنيد سعيد بن علي بن محمد الغفراني المري مع ثاني المراكز بينما المركز الرابع نتابع القادم وصله بالراقي هنا بالراقي اللي راشد ببخيت بن علي بن مقارح المري والمركز الخامس نتابع هملول لعلي بن سالم الفيت الزبدان المري ولكن نعود مع الكيلو المتري الأخير الكيلو الخطير ومبلش مبلش وسلالة مبلش العريقة تأتي على البداية هذا هو مبلش على المركز الأول يقدم الأداء المميز والأداء الرائع على صدارة هذا الشوط مع الشوط الرئيس الأول الخاص للقعدان اللي قاية مدغب بن محيظ بمدغب بن زايد الأحباب على الصدارة يقدم مبلش ولكن الله المركز الثاني المركز الثاني خطير سرمد عبيد بن سالم بن جر الله بن سالمين المري اللحظات الأخيرة نصف كيلو عن خط نهاية خمسمائة متر أخيرة بدأ لعد التنازلي إلى الوصول خط الفيصل وخط النهاية مع الشوط الرئيس الأول في ميدان البصير مبلش على المركز الأول مدغب بن معيظ ومدغب بن زايد الأحباب على الصدارة الله يا مبلش على الصدارة ولكن المركز الثاني الملازمة والخطر هنا نتابع من قبل سرمد عبيد بن سالم بن جر الله بن سالمين المري اللحظات الأخيرة اللحظات المثيرة مبلش وسرمد سرمد ومبلش اللحظات الأخيرة خط النهاية مشاهدين الكرام مع مبلش مبلش سرمد سرمد مبلش اللحظات الأخيرة الله يسرمد تهانينا تهانينا والنموس لمالك سرمد عبيد بن سالم بن جر الله بن سالمين المري الحالف وسرمد بالمركز الأول بينما المركز الثاني مبلش لمدغب معيض بمدغب بن زايد الأحبابي المركز الثالث وصل فيه مشاهدين الكرام عنيد للسيد سعيد بن علي بن محمد إذن التواصل يستمر مشاهدين ومتابعين الكرام ينطلق على بركة الله متابعين العزاء مشاهدين الكرام الشوط الثالث الخاص للبكار اللقاية من هنا من ميدان البصير أحد الفروع لميادين الشحانية لسبقات الهجنة العربية الأصيلة ينطلق هذا الشوط ونسير مع المركز الأول لنتابع مهابة للسيد سالم بن عبدالله بن سعيد بن محمد العيدة شعار اللورد ياتي على مقدمة هذا الشوط ويقدم لنا مهابة بينما المركز الثاني عوايد لعلي بن محمد بن عامر الفيدة المري مع ثاني المراكز المركز الثالث نشاهد الدخول من قبل السيلية لحمد بن متعب بن حمد المنخص المري بينما المركز الرابع ورابع التحديات نشاهد القادمة والمنطلقة في المركز الرابع حملوله للسيد ناصر بن سالب بن عبدالله العطية ياتي شعار العطية في رابع المراكز المركز الخامس نتابع المنطلقة والمتواجد تحمل الرقم أربعين لحظات من وفيكم بمعلوماتها ولكن نعود إلى الصدارة نعود إلى المركز الأول وإلى التحدي الأول نشاهد شعار اللورد في المركز الأول السيد سالب بن عبدالله بن سعيد بن محمد الحيدة مع انطلاقة مهابة بينما المركز الثاني السيلية لحمد بن متعب بن حمد المنخص المري بينما ثالث المراكز وصلت عوايد لعلي بن عامر للسيد علي بن محمد بن عامر الفيدة المري شعار بن طفلة ياتي في ثالث المراكز ويقدم لنا عوايد في المركز الثالث المركز الرابع المركز الرابع نشاهد التقدم من هملولة لناصر بن عبدالله بن علي بن عبدالله العيدة أو العطية نعم في المركز الرابع بينما المركز الخامس مشاهدين الكرام الوصول والانطلاق في خامس المراكز براقة أصل لعبدالعزيز بن محمد بن علي بن متعب الصحاق المري هذه النتيجة مشاهدين الكرام للمراكز الخمسة الأولى وهناك أسماء بدت بالدخول إلى دائرة الإذاعة وأول القادمين عزايم لعمر بن عبدالرحمن بن عبدالله القادم في المركز الثالث ويغير إلى المركز الثاني وفي طريق إلى المركز الأول هذه النتيجة مشاهدين الكرام لمراكزنا الخمسة الأولى ونعود مع التحدي الأول لنتابع صدارة هذا الشوط السلية السلية تاتي على البداية لحمد بن متعب بن حمد المنخص المري ولكن الله اللي غيرت اللي غيرت مشاهدين الكرام عزايم لعمر بن عبدالرحمن بن عبدالله يحتل المركز الأول في هذه اللحظة ويقدم لنا عزايم في هذا الشوط بينما المركز الرابع الثالث تصل مشاهدين الكرام بالراقة لعبدالعزيز بن محمد بن علي بن متعب الصحاق المري المركز الرابع المركز الرابع نشاهد من خلال التواجد والانطلاق من اللي تحمل رقم مربعين هنا النشمية لعبدالهادي بن غانم الخيارين في المركز الرابع مع النشمية وخامس المراكز شعار بن طفلة يقدم عوايد لعلي بن محمد بن علي لعلي بن محمد بن عامر الفيدة المري هذه النتيجة مشاهدين الكرام للمراكز الخمسة الأولى ونعود بحضراتكم إلى البداية نعود إلى المركز الأول لنتابع الصدارة مع عزايم وشد العزايم يا مالك عزايم وصلت الأسماء الخطيرة مع المراكز المتأخرة في هذا الشوط بدنا نقترب من الأمتار المميزة والأمتار الأخيرة التي تفصل عن خط نهاية وعن خط النموس عمر بن عبد الرحمة بن عبد الله مع المركز الأول بينما المركز الثاني السهلية حمد بن متعب بن حمد المنخص المري بينما المركز الثالث النشمية تأتي مشاهدين الكرام في المركز الثالث وتعود ملكية النشمية لعبد الهادي بن غانم الخيارين مع المركز الثالث مع النشمية المركز الرابع نتابع مشاهدين الكرام المتقدمة في رابع المراكز براقة لعبد العزيز بن محمد بن علي بن متعب الصحاق المري وشعار بن طفلة في خامس المراكز مع حوايد لعلي بن محمد بن عامر الفيدة المري هذه النتيجة مشاهدين الكرام هذه النتيجة للمراكز الخمسة الأولى ولكن نعود إلى البداية نعود حيث الصدارة مشاهدين الكرام الصدارة مشاهدين الكرام لا زالت الأمور والسيطرة مع براقة براقة أو هنا نعم عزايم عزايم على الصدارة هذه عزايم تنطلق في المركز الأول وتنطلق بناموسي هذا الشوط للسيد عمر بن عبد الرحمة بن عبد الله يحتل المركز الأول بينما المركز الثاني وصل شعار بن طفلة أحد الشعارات الخطيرة والأسماء الكبيرة في هذا الشوط عوايد لعلي بن محمد بن عامر الفيده المري بينما المركز الثالث تصل مشاهدي العزة السهلية لحمد بن متعب بن حمد المنخص المري بينما المركز الرابع النشمية النشمية لغانم عبد الهادي بن غانم الخيارين ولكن القادم القادمة مشاهدين الكرام يا سلام يا سلام يا صملة صملة تصل في هذه اللحظات لأول إذاعة وتنطلق بهذا الانطلاق الجميل لمحمد بن راشد بن ذلاب بن جلميد الهاجري ولكن نعود إلى المركز الأول لنتابع السيطرة مع شعار بن طفلة شعار بن طفلة مع عوايد عوايد تفتتها الكيلو المتر الأخير بهذا الأداء الجميل وبهذا العرض الممتاز هذه عوايد مشاهدين العزة تسيطر على مقدمة الشوطة لعلي بن محمد بن عامر الفيده المري ولكن المركز الثاني ارصد إلى القدوم والمتابعة من قبل عزايم تريد أن تعود إلى موقعها الصحيح في هذا الشوطة عمر بن عبد الرحمن بن عبد الله مسيطر مع ذان المراكز ولكن شعار بن طفلة يقدم عوايد وهنا أيضا مشاهدين للعزة براقة براقة وعزايم عزايم عادة للمركز الأول تريد أن تختطف النموس تريد أن تنتزع نموس هذا الشوطة لمالكها هذه عزايم عمر بن عبد الرحمن بن عبد الله مع المركز الأول وشعار بن طفلة يتراجع في ثاني المراكز بانطلاقة ومتابعة علي بن محمد بن عامر الفيد المري مع عوايد ولكن الله الله البداية البداية مع عزايم عزايم تريد الغنائم في هذا الشوط يبدو أن عزايم صاحبة كلمة النموس في هذا الشوط هذه عزايم لعمر بن عبد الرحمن بن عبد الله مسيطرة على مقدمة الشوط مع المية متر الأخيرة نزف التهاني والتبركات مشاهدين الكرام ولحظة وصول عزايم بن نموس هذا الشوط وإلى خط نهاية هذه عزايم لعمر بن عبد الرحمن بن عبد الله تهانينا والنموس المركز الثاني وصلت فيه مشاهدين الكرام عوايد لعلي بن محمد بن عامر الفيدة المري المركز الثالث جاءت فيها الجذابة لمحمد بن سالب محمد الجربوع المري تهانينا ونموس لمالك عزايم إذن مشاهدين ومتابعين الكرام لازالة الأشواط مستمرة الشوط تلوى شوط ينطلق على بركة الله مشاهدين الكرام الشوط الرابع وهو الشوط الثاني بالنسبة للقعدان على بركة الله ينطلق هذه الشعارات وهذه الأسماء المميزة 39 مشارك في هذا الشوط نتمنى لهم جميعا بالتوفيق والنجاح ونسيري للمركز الأول مع الفائز للسيد مسفر بن محمد بن راشد الهاجري مع أول المراكز يقدم لنا الفائز بينما المركز الثاني نتابع أم شاغب لفيصل بن حمد بن محمد بن حسين البريدي مع ثاني المراكز المركز الثالث يأتي الشعال للسيد فيسر بن سعيد بن محمد بن قحيز المري مع ثاني الثالث المراكز المركز الرابع وحيشان لنهار بن محمد بن جر الله بن ذروة المري بدأ يتدخل شعار بن ذروة إلى ثاني المراكز بينما المركز الرابع نتابع مشاهدي العزاء مظلوم للسيد محمد بن سعيد بن عبد الله بن محمد العجمي يأتي في المركز الرابع ويقدم لنا مظلوم في هذا الشوط بينما المركز الخامس هذا هو مشاغب لفيصل بن حمد بن محمد بن حسين البريدي المري هذه النتيجة مشاهدين الكرام للمراكز الخمسة الأولى مع ندان الأول ونذكر للمتابعين عبر هذه الكاميرات هنا هنا في ميدان البصير والمتابعين بأن الشوط الأول كان مشاهدي العزاء مع رموز نهني علي بن جابر بن علي الفهيدا المري على اختطف رموز بالشوط الرئيس الأول الخاص للبكار اللقاية في هذا الصباح الجميل نعود لوحيشان لوحيشان على البداية لنهار بن محمد بن جرال بن ذروة المريات على مقدمة الشوط ويقدم لنا مشاهدي العزاء وحيشان بينما المركز الثاني تأتي الانطلاقة والمتابعة مع ثاني المراكز اللي يحمل اللي يحمل رقم رقم 45 لحظات بن وفيكم باسمه وبمعلوماته وبمالكه بينما المركز الثالث يصل مظلوم لمحمد بن سعيد بن عبد الله بن محمد العجمي وعلى المركز الرابع يتقدم فيه الشعال اللي فيصل بن سعيد بن محمد بن قحيز المرياتي مع الشعال في هذا الشوط في المركز الرابع بينما خامس المراكز نتابع مرموق لامبارك بن علي بن ثلاب بن جليميد الهاجري يغير مباشرة إلى المركز الثاني في هذه اللحظة وفي طريقة الانتزاع على المركز الأول خطف المركز الأول في هذه اللحظة شعر بن ثلاب هنا مع انطلاقة الشعال وهنا أيضا مشاهد العزاء مرموق يأتي في الموقع المرموق في صدارة هذا الشوط لامبارك بن علي بن ثلاب بن جليميد الهاجري على المركز الأول هذا هو مرموق وشعار بنجليميد على الصدارة شعار مبارك بنثلاب بنجليميد الهاجري يأتي على مقدمة الشوط مع مرموق بينما المركز الثاني يحمل الرقم 45 لحظات بنوافيكم بمعلوماته بينما المركز الثالث يتقدم فيه مشاهدي العزة رعد لي عجب بن مسهر بن علي العجب يصل الشعار الباريسي القادم في ثالث المراكز بمتابعة ماجد بن حلفان المري من يتابع في عملية التضمير مع ثالث المراكز المركز الرابع نتابع الشعال لفيصل بن سعيد بن محمد بن قحيز المري بينما خامس المراكز وصل في هذا الشوط وفي هذا الانطلاق صميد علي علي بن جابر بن علي الغيثاني المري هذه النتيجة مشاهدين الكرام للمراكز الخمسة الأولى ونعود إلى مرموق مرموق لا زال في الموقع المرموق حتى هذه اللحظات يا سلام يا مرموق يا سلام يا شعار الهاجري هنا مبارك بن علي بن ثلاء بن جلميت الهاجري يقدم لنا مرموق مع انطلاقاته وتحدياته في هذا الشوط المركز الثاني وصل في هذا الشوط شعار بن قحيز يتقدم مع الشعال يريد أن يشعل أمور هذا الشوط لفيصل بن سعيد بن محمد بن قحيز المري بينما المركز الثالث يحمل رقم ستة صميدع لعلي بن جابر بن علي الغيثاني المري بينما المركز الرابع نتابع القادم والمعلن لهذا التحدي رعد لراشد بن محمد لراشد بن حمد مبخيث المري بينما المركز الخامس شعار العجبياتي مشاهدي العزة مع رعد لعجب مسفر بن علي العجب المري هذه النتيجة مشاهدين الكرام ونعود بحضراتكم إلى مرموك مرموك على المركز الأول لا زال على الصدارة لا زال منطلقا بناموسي هذا الشوط بشعار مبارك بن علي بن ثلاب بن جلميد الهاجري يأتي على البداية ويقدم لنا مرموك في المركز الأول بينما المركز الثاني يصل فيه مشاهدين الكرام ومتابعة وانطلاقة رعد لراشد بن حمد بمخيث المري مع ثاني المراكز والمركز الثالث هذا هو مشاهدي العزة الشعال لفيصة بسعيد بن محمد بن قحيث المري يا سلامي التحدي يا سلامي يا ميدان البصير يجمع هذه الأسماء المميزة والقادم الريان سلماء بن ناصر بسعيد بن محمد العيدة وصل شعار اللورد لأول إذاعة في هذا الشوط يتقدم مع الريان الريان مشاهدين الكرام هذا هو الريان القادم في خامس المراكز ولكن مرموك مرموك لا زال في الموقع المرموك في هذه اللحظات في هذه اللحظات هنا مرموك على الصدارة مرموك المبارك بن علي بن ثلاء بن جليميد الهاجرياتي على المركز الأول ويقدم لنا مرموك مع لوحة الكيلو المتر الأخير يا سلام يا مرموك مرموك على الصدارة مرموك مع الانطلاق الأول يا سلام شعار بن جليميد الهاجري شعار هنا مشاهدين العزاء مبارك بن علي بن ثلاء بن جليميت الهاجري والقادم في هذه اللحظة وصل مشاهدين العزاء وصل في هذا التحدي نتابع نتابع رعد راشد بن حمد بمخيت المري والمركز الثالث يتدخل شعار العيدة شعار العيدة مشاهدين العزاء مع الريان سلماء بن ناصر بن سعيب محمد العيد شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة ويحمل نصاب هذا الشوط 38 بكرة مشاركة هنا في هذه اللحظات نتابع المركز الأول PR قامer هناك المركز الأول أبعاد العيسى بن صقر المريخي على المركز الأول وعلى مقدمة هذا الشوط في هذه اللحظات بينما النقل على المركز الثاني المركز الثاني هملولة سالم بن محمد بن بخيت البحيح المريع المركز الثاني في هذه اللحظات المركز الثالث أيضا هنا أيضا شعار بن ضابط من يصنع المركز الثالث نتابع الدوحة لضابط بن مطر بن ضابط الدوسري على المركز الثالث وغيرت على المركز الثاني بينما النقل على المركز الرابع في هذه اللحظات نتابع أيضا مكفة لمحمد بن ثاني بن عبدالله أيضا الفضيلة الهام لي هنا في هذه اللحظات مع المركز الرابع المركز الخامس نتابع هنا المركز الخامس ومن يصن زاخر أيضا هنا على المركز الخامس لعبدالله بن سعيد العيدة مع المركز الخامس هذه النتيجة للخمس المراكز الأولى نتابع وإياكم أسماء قادمة في هذه اللحظات نتابع هنا شعارات قادمة هنا أول القادمات حشيمة لعلي بن جابر بن مسعود ومتابعة مسعود بن جابر أيضا هناك أسماء قادمة في هذه اللحظات شهرة لبدن بن محمد الجربوعي على المركز الخامس في هذه اللحظات نتابع هنا الأسماء المشاركة ولكننا بنعود إلى المقدمة وإلى أبعاد 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 يا أبعاد هنا مع المركز الأول ومع مقدمة هذا الشوط نتابعها لعيسى بن صقر المريخي على المركز الأول وعلى مقدمة الشوط يا السلام يا أبعاد ولكني أرى بن ضابط أهل الخريب قادمين في هذه اللحظات نتابعهم على ثاني المراكز بهذا الانطلاق هناك الدوحة الدوحة مع ضابط بن مبارك بن مطر الضابط الدوسري مع المركز الثاني ولكني أرى أيضا شعارا قادم جديد هنا في هذه اللحظات هناك حشيمة 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 اللي تسللت بدورها إلى مقدمة الشوط لعلي بن جابر بن حمد بن مسعود المسعود هنا في هذه اللحظات وبانطلاقتها على المركز الأول وعلى مقدمة هذا الشوط أيضا نرجع إلى المركز الرابع وقدوم من شهرة لبدن بن محمد بن علي الجربوعي المري بينما نقلع المركز الخامس في هذه اللحظات هناك المركز الخامس هم الأولى سالم بن محمد بن بخيتة البحيح المري هذه النتيجة للخمس المراكز الأولى هذه النتيجة وأيضا هنا قدوم في هذه اللحظات من مرسومة سعيد بن حمد بن محمد بن طفلة المري في هذه اللحظات نتابع وإياكم هذا الاندفاع وانطلاقة هذا الشوط وهذه الأسماء المشاركة ونعود إلى المقدمة نعود إلى بن مسعود يا سلامي عليك هنا يا بن مسعود مع المركز الأول ومع انطلاقة هذا الشعار في المركز الأول ولكن الدوحة الدوحة متواجدة على المركز الثاني وفي طريقها إلى التنافس وفي موقع واحد وبدأت تسلل في هذه اللحظات من الدوحة الدوحة أيضا لضابط بن مبارك بن مطر بن ضابط الدوسري هنا مع المركز الأول ومع مقدمة هذا الشوط هم أهل الخريب متواجدين في المركز الأول وفي هذه الانطلاقة ويطالبون بسلام صباحي في هذا اليوم ولكن الله 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 يا بن مسعود مع حشيمة على المركز الثاني في هذه اللحظات نتابع انطلاقتها نتابعها هنا مع المركز الثاني هناك حشيمة حشيمة لمالكها علي بن جابر بن حمد بن مسعود المسعود بينما المركز الثالث المركز الثالث شهرة لبدن بن محمد بن علي الجربوعي على المركز الثالث المركز الرابع مرسومة مرسومة على المركز الثالث غيرت على المركز الثالث سعيد بن حمد بن طفلة المري مع المركز الثالث المركز الرابع وصل أيضا في هذه اللحظات وقدوم جديد أصيات محمد بن علي بن سعيد الحسن ألف هيدة المري غيرت على المركز الثالث في هذه اللحظات هنا في هذه اللحظات أصيات 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 بينما أرى هناك المركز الخامس وأول ندى أول ندى العوايد سعيد بن علي بن عامر الفهيدة المر مع بن طفلة على المركز الرابع في هذه اللحظات ولكن الله على هذا الانطلاق أصيات أصيات على المركز الأول وعلى مقدمة هذا الشوط نتابعها لمحمد بن علي بن سعيدة الحسن الفهيدة السلام وبقيادة حمد بن هادي البريدي هنا في هذه اللحظات وفي مقدمة هذا الشوط نتابع انطلاق أصيات أصيات على المركز الأول وعلى مقدمة هذا الشوط بينما المركز الثاني الله يا السلام ارصدونا القادمة ملامح راشد بن حمد بن محمد الغفراني المري هنا شعار العاض قادما في هذه اللحظات وغير إلى مقدمة الشوط غير إلى المركز الأول ولكن يرى عوايد عوايد على المركز الثاني عوايد على المركز الثاني هنا لسعيد بن علي بن عامر الفهيدة المري بينما حشيمة قادمة حشيمة عود مرة أخرى حشيمة بن مسعود هنا متواجدة علي بن جابر بن حمد المسعود المري مع المركز الثالث في هذه العضاة الدوحة أيضا لمالكها الدوحة هنا متواجدة ضابط بن بارك بن مطر الضابط السلام مرسومة على المركز الخامس سعيد بن طفلة المري ولكننا نعود إلى المقدمة مع الكيلو المتر الأخير الكيلو الخطير الله يا السلام يا السلام انطلقت على مقدمة الشوط هنا مع هذه اللحظات ومع المركز الأول ملامح راشد بن حمد بن محمد الغفراني المري يا السلام يا السلام يا بن حلفان هناك أيضا من يتابعها في هذه اللحظات نتابعها ونتابع عندماعتها في المركز الأول وفي مقدمة الشوط الله يا ملامح ملامحها جميلة ملامحها أيضا جميلة انطلقت انطلاقة الخبار يا سلام يا سلام يا ملامح لراشد بن حمد بن محمد الغفراني نقل يا مخرجنا أيضا على المركز الثاني نتابع المركز الثاني هناك أيضا في هذه اللحظات عوايد لي أيضا سعيد بن علي بن عامر الفيدة المري ولكن خلاص قفلت الشوط ملامح قفلت الشوط ملامح سلام وتحية واحترام لمالك ملامح ومشكور يا محمد بن حمد أيضا من تابعها وقادها إلى خط النهاية معلنها الفوز والناموس على هذا الفوز تتابعونها أيضا ملامح راشد بن حمد بن محمد الغفراني المري سلام وتحية واحترام مع هذا الانطلاق واندفاع ملامح إلى خط النهاية معلنها الفوز والناموس تشاهدونها أمامكم وهي تصل بكل الزلام وأمان إلى خط النهاية معلنها الفوز والناموس تشاهدونها أمامكم تهانينة والناموس على هذا الفوز اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة سعادة الشيخ حمد بن جاسم بفيصلة الثاني على هذه المكرمة لأيضا توسعة الأشواط لأيضا الأعداد هنا ونتابع وإياكم منطلاقة شوطنا السادس ونتابع هذه تحديات البصير وأيضا نتابع المركز الأول والمقدمة هنا في مقدمة الشوط هذه اللحظات المركز الأول هناك اللي هو رعد لعبد العزيز بن عبد الله بن حمد بن ملهية المري مع المركز الأول ومع مقدمة هذا الشوط بين من نقلع المركز الثاني في هذه اللحظات هناك ذيبان لخالد بن علي بن جمعة الكعبي على المركز الثاني في هذه اللحظات مع المركز الثاني بين من نقلع على المركز الثالث ومن يصن على ثالث المراكز في هذه اللحظات بدأ يتسلل هنا أيضا بانطلاقة مبلش لعبد الرحمن بن إبراهيم أدريهم على المركز الثالث في هذه اللحظات ولكن التسلل من الجانب الأيمن نتابع هناك الانطلاق في هذه اللحظات وقدوم مع المركز الثالث هناك هياض سعيد بن جابر بن حمد بن عفير المري بدأت تسلل من الجانب الأيمن في هذه اللحظات ولكن نرى اللي غير بالشعار هناك الأزرق أيضا هناك من غير أيضا في هذه اللحظات عجلان لسالم بن علي بن شيرا المري غير على المركز الثاني وفي طريقه إلى مقدمة الشوط بينما أرى دخول جديد وهذا الشوط يحمل نصاب 54 مشارك في هذا الشوط من القعدان المشاركة وهذا يعتبر من أكبر أشواط البصير في هذا اليوم نتابع هنا التسلل والقدوم في هذه اللحظات من الفارس سعيد بن مطار بن سعيد المريخي غير على المركز الثالث في هذه اللحظات المركز الرابع نتابع هناك بن عفير قادم مع هياض سعيد بن جابر بن محمد بن عفير المري والمركز الخامس نتابع هنا في هذه اللحظات المركز الخامس أيضا من وصلنا في هذه اللحظات مهاجر لسالم بن راشد بن سالم بن دوحة المري من بدأ يتسلل بدوره ويغير من مركز إلى مركز مع بن دوحة ولكننا نعود إلى المقدمة وإلى عجلان عجلان يا عجلان يا عجلان يا السلام على هذا الاسم اسم عجلان على المركز الأول أحد الأسماء الشهيرة بالنواميس وبالرموز في ماضي أيضا الأعوام الماضية نتابع عجلان على المركز الأول وعلى مقدمة الشوط هنا لسالم بن علي بن سالم النشيرة المري مع المركز الأول ومع مقدمة الشوط يلا يا بن شيرة شد الحيل يا بن شيرة هنا أيضا التنافس القوي في شوط اللقاية القعدان الختامي للقعدان ويتبقى بعد هذا الشوط شوطين مخصصة للبكار نتابع هنا المقدمة مع عجلان اللي ما شاء الله تبارك الله انطلاقته قوية وجميلة في المركز الأول هنا مع المقدمة سالم بن علي بن سالم المري والمركز الثاني المركز الثاني رعد عبد العزيز بن عبد الله بن حمد بن ملهية المري مع المركز الثاني المركز الثالث مهاجر سالم بن راشد بن سالم بن دوحة المري مع المركز الثالث هذه اللحظات المركز الرابع اول ندل للمركز الرابع شاهين حمد بن صالح بن محمد السنيد المري مع المركز الرابع المركز الخامس هنا قدوم جديد من مبعد لعيسى بن سلطان بن بارك السند هنا في هذه اللحظات الهاجرية السلام المسيفري هنا متواجد يلا يا عيسى يلا يا عيسى الناموس غالي هنا والمركز الخامس هذه اللحظات نتابعه وانطلاقة هذا الشوط وهذه التنافسات القوية هنا في هذا الشوط والمتابعة هناك ولكن بنعود إلى مقدمة شوط وإلى بن شيرا اللي على المركز الأول مع عجلان عجلان هنا مع المركز الأول سالم بن علي بن سالم بن شيرا المري ولكن بن دوحة قادم مهاجر لسالم بن راشد بن سالم بن دوحة المري وأيضا هناك مهاجر ويبدو لن من سلالة مهاجر بن دوحة أيضا اللي غير على مقدمة شوط وعلى المركز الأول أيضا هنا في هذه اللحظات وفي مقدمة هذا شوط بينما المركز الثاني عجلان سالم بن علي بن سالم المري والمركز الثالث وصل المسيفري وصل في هذه اللحظات مع مبعد على المركز هنا مع أيضا عيسى بن سلطان المسيفري على المركز الثالث في هذه اللحظات نتابع ونتابع انطلاقته على المركز الثالث المركز الرابع هنا قدوم جديد في هذه اللحظات هذا الاندفاع من شاهين عبدالله بن حمد بن سالم بن هدفة المري مع المركز الرابع المركز الخامس هنا المركز الخامس رعد عبدالعزيز بن عبدالله بن حمد بن ملهية المري هذه النتيجة للخمس المراكز الأولى ولكن بنعود إلى المقدمة بنعود إلى الصدارة بنعود إلى مهاجر 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 يا مهاجر يا السلام يا السلام يا مهاجر على مقدمة الشوط وبانطلاقتها على المركز الأول الله يتنافس ولكن الله يا مبعد 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 يا السلام بدأ التنافس بدأ التنافس من أمهاجر ومبعد أمهاجر في هذه اللحظات ولكن مهاجر أمهاجر على المقدمة يا السلام يا مهاجر انطلق أمهاجر في هذا الشوط انتابع على المركز الأول وبدون أي توامر تذكر على مهاجر على مقدمة الشوط وعلى المركز الأول بينما المركز الثاني مبعد مبعد على المركز الثاني عيسى بن سلطان أيضا بن سند المسيفري يالله يعود مرة أخرى في هذه اللحظات وانطلق أيضا إلى المركز الأول ولكن الله يمهاجر يعود مرة أخرى وانتو على الصدارة وتبادل المراكز ما بين الأول والثاني ولكن الله يمهاجر يمهاجر على المركز الأول وعلى مقدمة هذا الشهوط المركز الثالث نتابع المركز الثالث هناك أيضا شاهين عبدالله بن حمد بن سالم بن هدفة المري مع المركز الثالث في هذه اللحظات ولكن أيضا يا السلام يا سلام الله يمهاجر الله يمهاجر يطير بالناموس يطير بالناموس يا سلام يا ناموس يا الغالي الله يمهاجر 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 الله بانطلاقة الكبار لسالم بن راشد بن سالم بن دوحة المر يا سلام سلام وتحية واحترام على هذا الفوز سلام سلام لمالكم هاجر تشاهدون همامكم وهو ينفرد ينفرد أيضا هنا بانطلاقته الجميلة في هذا الشوط في هذا الشوط يا السلام سلوم بن دوحة سلام سلام بن دوحة سلام مع مهاجر من يصل إلى خط النهاية معلن الفوز والناموس تشاهدون أمامكم سالم بن راشد بن سالم بن دوحة المري هنا مع المركز الأول ومع مقدمة الشوط تهانينة تهانينة والناموس لسالم بن راشد بن سالم بن دوحة المري من أيضا حقق ناموس هذا الشوط المركز الثاني وصل مع المركز الثاني بهذه اللحظات شاهين عبدالله بن حمد بن هدفة المري المركز الثالث وصلنا في هذه اللحظات هنا المركز الثالث وصلنا انطلق شوطنا أيضا في هذه اللحظات شوطنا السابع وشوط ما قبل الختام نتابع وإياك منطلاقة وتحديات سن اللقاية من المسافة الخمسة كيلو مترات وميدان البصير أيضا تحديات متواصلة ومنافسات متواصلة وأيضا هنا المقدمة والصدارة مع المركز الأول وغند لعلي بن عبدالهادي بن علي المشروم المري مع المركز الأول ومع مقدمة هذا الشوط بينما النقل على المركز الثاني السحابة اللي جرى الله بن سالم بن مسعود بوشريدة على المركز الثاني في هذه اللحظات المركز الثالث ومن تصلنا على المركز الثالث بانطلاقتها هنا المركز الثالث هذه اللحظات من تدخلت النوعس لمحمد بن علي بن مسفر الجربوعي مع المركز الثالث هذه اللحظات بينما النقل على المركز الرابع اللي ما تعرفنا عليها أيضا هنا مع المركز الرابع بينما المركز الخامس من تصلنا هناك اللي هي العدلة لصالح بن محمد بن علي المشروم المري مع المركز الرابع في هذه اللحظات بانطلاقتها مع المركز الرابع المركز الخامس هنا أيضا قدوم من وزن لعلي بن مبارك بن راشد البريص المري مع المركز الخامس في هذه اللحظات بانطلاقتها ولكننا نعود إلى المقدمة وإلى غندل علي بن عبدالهادي بن علي المشروم المري يا السلام يا بن مشروم يا السلام يا بن مشروم هنا في هذه اللحظات نتابع بانطلاقته أيضا مع غند في مقدمة الشوط يلا يا بن مشروب مع المركز الأول والناموس غالي هناك أيضا في مقدمة الشوط مع بن مشروب بينما أرى هنا المركز الثاني وزن لعلي بن مبارك بن راشد المري مع المركز الثاني بينما نقلع المركز الثالث من الجانب الأيمن نتابع هنا قدوم مع نويعس محمد بن علي بن مسفر بن محمد الجربوعي المري مع المركز الثالث المركز الرابع هنا أيضا أول ندى المتحدة لصالح بن حمد بن راشد المري مع المركز الرابع هنا في هذه اللحظات المركز الخامس هناك سحابات جرالة بن سالم بشريدة المري مع المركز الخامس في هذه اللحظات هذه النتيجة هنا أيضا قدوم من شعار اللورد على المركز الخامس من متعبالي سلمان بن ناصر بن سعيد العيدة مع المركز الخامس في هذه اللحظات ولكن بنعود إلى الصدارة وإلى مقدمة الشوط في هذه اللحظات نتابع وزن علي بن مبارك بن راشد البريس المري مع المركز الأول ومع المقدمة مع المتحدة المتحدة تتحد بالصدارة وفي مقدمة الشوط بانطلاقتها أيضا الجميلة في المركز الأول وفي مقدمة الشوط نتابعها في هذه اللحظات مع المركز الأول ومع مقدمة هذا الشوط هنا في هذه اللحظات يا السلام يا المتحدة بينما أرى المركز الثاني المركز الثاني هنا في هذه اللحظات نتابع النوعس محمد بن علي بن مسفر الجربوعي المري مع المركز الثاني المركز الثالث أرى شعار اللورد بدأ يتسلل من متعبة سلمان بن ناصر بن سعيد العيدة مع المركز الثالث في هذه اللحظات المركز الرابع المركز الرابع في هذه اللحظات هنا المتحدة صالح بن راشد بن سعيدة البريس المري هنا في هذه اللحظات بانطلاقتها مع المركز الرابع المركز الخامس هنا شعار بن مشروم مع غند علي بن عبدالهادي بن علي بن مشروم المري مع المركز الخامس في هذه اللحظات هذه النتيجة للخمس المراكز الأولى وانطلاقات قوية في هذه اللحظات هناك أيضا سحابة ناصر بن علي بن أحمد المعاضيد قادمة هنا في هذه اللحظات ولكن بنعود إلى المقدمة بنعود إلى وزن علي بن مبارك بن راشد البريس المري مع المركز الأول ومع مقدمة هذا الشوط بنطلاقتها مع المركز الأول وزن علي بن مبارك بن راشد البريس المري مع مقدمة الشوط بينما رأى المركز الثاني النويعس محمد بن علي بن مسفر الجربوعي مع المركز الثاني المركز الثالث شعار اللورد قادم في هذه اللحظات سلمان بن ناصر بسعيد العيدة مع المركز الثالث المركز الرابع هنا في هذه اللحظات المتحدة لصالح بن حمد بن راشد البريس المري والمركز الخامس هنا أيضا شعار المعاضيين هنا مع سحابه ناصر بن علي بن حمد المعاضيين مع المركز الخامس هنا في هذه اللحظات أيضا نتابع انطلاقات والتغييرات اللي جرت وطرت على مقدمة الشوط ويبدأ التنافس من هذه اللحظات مع أيضا هنا في هذه اللحظات من أيضا انتصاف أو أيضا هنا الكيلو ونصف الكيلو الأخير نتابع انطلاقة هذه البكار المشاركة اللقاية والمسافة الخمسة كيلو مترات نتابع هنا انطلاقات واندفاعة هذا الشوط مع المركز الأول الله يا هذا التنافس أيضا هنا الثلاث اللي على المركز الأول ثلاث كلهم في موقع واحد وبقيادة النويعس هنا المحمد بن علي بن مسفر الجروعي المر بينما المركز الثاني هناك المركز الثاني متعبة متعبة على المركز الثاني متعبة لسلمان بن ناصر بن سعيد العيدة بشعار اللورد المركز الثالث وزن وزن لعلي بن مبارك بن راشد الفريص المري والمركز الخامس شوفوا اللي قادمه سحابه سعد بن هادي بن علي البريس المري وبقيادة براية هناك في هذه اللحظات سعيد بن علي أيضا من يقودها المركز الرابع المركز الخامس هنا قدوم جديد في هذه اللحظات نتابع لعدلة صالح بن محمد بن علي المشروب المري ولكن يا نواعس الله ينواعس النواعس النواعس يا سلام يا سلام يا نواعس الكيلون المتر الأخير الكيلون المتر الخطير هنا النواعس من تسيطر تمام السيطرة على مقدمة الشوط السلام يا نواعس النواعس بدأ التنافس بدأ التنافس ارصدونا اللي على المركز الرابع ارصدونا القادمة هناك سحابه سعد بن هادي بن علي البريس المري مع المركز الرابع هنا في هذه اللحظات وبقيادة سعيد بن علي براية المري مع المركز الرابع الله يا السلام يا السلام ولكن هنا أيضا متعبة سلمان بن ناصر بن سعيد العيدة سلمان بن ناصر بن سعيد العيدة يا السلام يا السلام شعار العيدة أيضا وشعار سعيد بن علي بالراية هنا في هذه اللحظات وأيضا التنافس الأخير الخمسمائة متر الأخيرة سحابة ومتعبة متعبة وسحابة سحابة ومتعبة يا السلام يا التنافس الأخير متعبة 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 في هذه اللحظات ولكن سحابة تحاول سحابة تحاول في هذه اللحظات مع التنافس الأخير الله يا هذا الشوط الله يا هذا التنافس في هذه اللحظات ولكن هنا سحابة أيضا أو متعبة 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 سلام اللورد سلام سلام اللورد سلام سلام يا حمد يا بن راشد يا بن راية يا المري مع انطلاقة متعبة لسلمان بن ناصر بسعيد العيدة تهانينة والنموس على هذا الفوز وانطلاقتها متعبة إلى خط النهاية معلنة الفوز والنموس تهانينة تهانينة لأيضا حمد بن راشد والراية على تضميرها التهنية وصولة للورد على هذا الفوز أيضا متعبة من فازت في هذا الشهور انطلق أيضا شوط الختام وهذا هو شوط ختام اللقاية في البصير نتابع وإياكم انطلاقة هذا الشوط نتابع هذه التحديات وشوطنا الثامن والمخصص للبكار اللقاية أيضا هناك المنافسات في يوم الغد بإذن الله سوف تكون منافسات أيضا سن الجذاع والمسافة هي 6 كم هناك في ميدان البصير نتابع هذه الانطلاقات نتابع اندفاعات هذه الأشواط هناك المركز الأول ومقدمة هذا الشوط هناك الشكلة لمحمد بن خليفة بن محمد العلي المعاضيد على المركز الأول بينما النقل على المركز الثاني هنا سيادة لسالم بن راشد بن سالم بن دوحة المري وهذا شعار مهاجر اللي انتزع معنا الشوط السادس أيضا هناك المركز أيضا التغيير في هذه اللحظات من اللي غيرت على مقدمة الشوط هناك نتابع أيضا فريحة لخليفة بن محمد بن حمد البريس مع فريحة هنا في هذه اللحظات ولكن نرى التغيير أيضا في هذه اللحظات هنا تغيير وتبديل مراكز أيضا تبديل مراكز في هذه اللحظات نتابع هناك العنود لسعيد بن عبدالهادي بن علي الشهواني غيرت من الجانب الأيمن في هذه اللحظات بينما المركز الثاني هنا فريحة على المركز الثاني لخليفة بن محمد البريس المري والمركز الثالث نتابع هناك قدوم من السعادية لمحمد بن علي بن أحمد المعاضيين المركز الرابع هنا أول ندى لرعبوبة لخالد بن صالح بن حمد أو القمرة هنا في هذه اللحظات متواجد بانطلاقها على المركز الثاني الآن في هذه اللحظات مع رعبوبة خالد بن صالح بن حمد القمرة مع المركز الثالث في هذه اللحظات أو غير على المركز الثاني وإلى مقدمة الشوط بينما المركز الثالث هنا سيادة لسالم بن راشد بن سالم بن دوحة المري مع المركز الثالث المركز الرابع من تصنى هنا على المركز الرابع وفي هذه اللحظات هنا قدوم جديد من اللي وصلتنا غادير علي بن بخيت بن عويضة بن هلالة العذبة مع المركز الرابع والمركز الخامس هنا الذيبة لأحمد بن محبوب بن مسعود النعيمي على المركز الخامس في هذه اللحظات هذه النتيجة للخمس المراكز الأولى بهذا الانطلاق والاندفاع في هذه اللحظات نتابع هنا انطلاق المقدمة والصدارة بهذا الاندفاع هناك مع رعبوبة لخالد بن حمد بن صالح القمرة النابت هناك في هذه اللحظات وبقيادة أسعود بن شنان هنا من يقودها بعملية التغمير وفي المركز الأول في هذه اللحظات هنا بهذا الاندفاع في مقدمة الشوط وهذا الاندفاع هنا أيضا يا سلام بهذا الانطلاق نتابع هنا اندفاع رعبوبة لخالد بن حمد بن صالح القمرة مع المركز الأول ومع رعبوبة 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 يا سلام سلام بهذا الانطلاق هنا في هذه اللحظات نتابع رعبوبة لخالد بن حمد بن صالح القمرة مع المركز الأول ومع مقدمة الشوط ومع هذا الانطلاق أيضا شعار نهاب وشعار العديد والعديد من الهجن المشاركة هناك بقيادة بن شنان مع المركز الأول المركز الثاني نتابع هناك سيادة لسالم بن راشد بن سالم بن دوحة المري مع المركز الثاني بهذا الانطلاق بينما المركز الثالث قدوم معذيبا لأحمد بن محبوب بن مسعود النعيمي على المركز الثالث المركز الرابع شعار اللورد قادم في هذه اللحظات هناك نتابع روعة عبدالله بن ناصر بن سعيد العيدة مع المركز الرابع المركز الخامس هنا قدوم جديد أيضا من أفريحة لخليفة بن حمد بن حلفان المري مع المركز الخامس في هذه اللحظات تابعنا وإياكم هذا الانطلاق ونعود إلى رعبوبة نعود إلى رعبوبة اللي في مقدمة الشوط يا سلام يا سلام يا سلام يا بن قمرة يا سلام مع انطلاقة رعبوبة على المركز الأول ومع مقدمة هذا الشوط نتابعها ونتابع انطلاقتها هنا في المركز الأول وفي هذا الاندفاع الجميل مع أيضا رعبوبة اللي أيضا تقدم العرض الممتاز على المركز الأول وعلى صدارة هذا الشوط هنا رعبوبة لخالد بن حمد بن صالح القمرة مع المركز الأول ومع مقدمة الشوط هنا في هذه اللحظات بينما أرى شعار اللورد قادم في هذه اللحظات مع المركز الثاني هنا روعى عبدالله بن ناصر بن سعيد العيدة مع المركز الثاني المركز الثالث سيادة سالم بن راشد بن دوحة المري مع المركز الثالث هناك أيضا شعار النعيمي قادم هناك الذيبة لأحمد بن محبوب بن مسعود النعيمي وشوط الختام شوط الختام ومسكها ختام عند الليبيت نومس هنا في هذه اللحظات هناك أيضا انطلاق جديد من بروق حفيظ بن ناصر بن سالم الحفيظ النابت مع المركز الخامس وغيرت إلى المركز الرابع في هذه اللحظات بلكن هنا المقدمة والتغيير يا السلام من روعة عبدالله بن ناصر بن سعيد العيدة مع المركز الأول ومع مقدمة الشوط ولكن التغيير أيضا جديد من سيادة يا السلام يا هذا الشوط هذا الشوط أيضا تبديل مراكز تبديل مراكز شوفوا شوفوا سيادة الأولة الآن غيرت غيرت بروق غيرت بروق على مقدمة الشوط يا السلام عليك يا ابن حفيظ يا السلام عليك يا ابن حفيظ غير على مقدمة الشوط هذا الشعار اللي حمل العديد والعديد من الأسماء القوية والأسماء الرئيسية يا السلام بهذا الاندفاع وانطلاقة بروك 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 يا السلام يا بروك انطلقت إلى مقدمة الشوط أيضا بانطلاقة الكبار انطلاقة قوية ولكن ابن دوحة ابن دوحة راعم هاجر متواجد في هذه اللحظات هناك سالم بن راجد بن سالم بن دوحة المري مع المركز الثاني ويشكل الخطورة يا ابن حفيظ يشكل الخطورة ابن دوحة ابن دوحة يشكل الخطورة المركز الثالث أيضا بعيد عنا كل البعد ولكننا أيضا بنحصر النداء على الثنين اللي على المركز الأول وثاني الله يا ابن حفيظ الله يراعي بروك الله يراعي بروك ثمانمية متر على النهاية ثمانمية متر مع بروك على مقدمة الشوط لحفيظ بن ناصر بن سالم الحفيظ المري مع المركز الأول ولكني أرى هنا شيء خطير سيادة سيادة قادمة سيادة قادمة على المركز الثاني سالم بن راشد بن سالم الدوحة المر مع المركز الثاني وسلم يا سلام ولكن أبروك 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 على المقدمة أبروك على المركز الأول خمسمية متر على النهاية خمسمية متر على الفوز وأبروك على مقدمة الشوط بانطلاقتها هنا مع المركز الأول الله يبروك الله الله يبروك هنا مع مقدمة الشوط بينما سيادة على المركز الثاني تحاول محاولاتها لخيرة هنا مع سالم بن راشد بن دوحة ولكن الله يا ابن حفيظ سلام يا ابن حفيظ سلام سلام يا راعي بروق سلام بانطلاقة قوية اندفاعة جميلة مع ابن حفيظ هنا من قادها إلى خط النهاية تشاهدون بروق وهي أيضا ترسل وتهدي هذا السلام إلى عزبة حفيظ بن ناصر بن سالم الحفيظ تهانين يا ابن حفيظ على هذا الفوز اشتركوا في القناة